مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابي مثل ضربة مجعة لبقايا التنظيم الإرهابي في العراق في وقت تستمر القوات الأمنية بعملياتها الاستباقية على أوكار الإرهابيين قيادات أمنية أكدت صدور توجيهات وأوامر من القائد العام للقوات المسلحة بدك الأوكار الإرهابية وقتل جميع القيادات الإرهابية والقضايا عليها بشكل نهائي استطعنا خلال الفترة الماضية من قتل عديد من قيادات الصف الأول والقبض وتدمير مواقع الدعم الوجيستي وكذلك الاستمرار بملاحقة بقايا هذه الفلول الإرهابية لهذا نرى أن القوات المسلحة العراقية تقوم بعمليات نوعية مستمرة سواء في أنقص صحراء أو في السلاسة الجبلية أو في مناطق الوديان والأحراش التي يحاول هذا التنظيم الاختفاء فيها نؤكد توجيهات السيد القادر عن قوات المسلحة الاستمرار بدك ما تبقى من هذه الرؤوس العفنة ونؤكد أنه سنستمر بملاحقة ما تبقى من هذه الفلول المنكسرة خبراء ومتخصصون في الشأن الأمني بيّنوا أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي سيكون ذا مردود سلبي على عمل العصابات الإرهابية مؤكدين قدرة القوات الأمنية ومن خلال الجهد الاستخباري على الإجهاز على بقايا الإرهاب المختبئة في الصحاري والوديان والسلاسل الجبلية مقتل قطعا سيؤدي إلى إضافة الضعف آخر إلى التنظيم التنظيم الآن يمر بحالة من الضعى والدعى والهنى وأعتقد أنه يمر تعصف به حالة من الانهيارات فضلا عن ذلك عدم ترابط التنظيم فيما بينه وعدم موجود روابط عقائدية كما كانت في أبان ما يسمى بدولة التمكين العزة الاستخبارية العراقية والمخابراتية تملك داتا بيس وقاعدة بيانات وقاعدة معلومات عن كل متحرك ينتمي للتنظيم حتى وإن كان في مضافات نائية حتى وإن كان في السهول والوديان داعش الإرهابي وبقاياه المهزومة يفقد الكثير من قياداته وآخرها زعيم التنظيم الإرهابي القيادات العسكرية والأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية تؤكد استمرار الضربات النوعية على الأوكار الإرهابية من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية